طيب قبل ما يبتدوا البطولات ومنها بطولة كأس العالم للأندية كان الاتحاد الدولي أو اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية البطولة اللي حتبدأ في المغرب إن شاء الله أول فبراير واللي حيشارك فيها النادي الآل وحيستهلها بلقاء أوكلاند سيتي بطل نيوزلندا عملوا اجتماع عبر خاصية الزوم مع الوفد المصري المشارك في البطولة برئاسة المهندس خالد مرتاجي أميني السندوق اللي أوكل إليه مجلس الإدارة مهمة ترقص اللجنة المعدة للمشاركة في هذه البطولة الحقيقة كان اجتماع فيه كل التفاصيل الخاصة بهذه المشاركة من النواحي التنظيمية ده اجتماع الزوم يمكن حضره المهندس خالد مرتاجي وكان معاه الأستاذ حنان الزيني والأستاذ جمال جاب وحضر أيضا الزميل إيهاب الخطيب رئيس قناة الآلي للاتفاق حول كل التنظيمات أو النقاط التنظيمية المهمة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية وفد الاتحاد الدولي شرح لمسؤول النادي الآلي كلهم في اختصاصه الإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة هتوصل إمتى هتتمرن إمتى تحركتك إمتى إيه اللي ممنوح وإيه اللي ممنوح لأنه ضمت كمان رئيس القناة موجود في الاجتماع وقد الأستاذ جاب الخطيب والموند السامير عدلي والدكتور أيضا أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي علشان يتم الاتفاق على حتى النواحة الطبية والإجراءية الخاصة كل النواحة الصحية الخاصة بالبطولة والنحية الإعلامية والنحية الإعلامية من النادي الأستاذ جمال جاب ومن القناة الأستاذ يهاب الخطيب وفريقه لكافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة هو الأستاذ خلت مرتاجي دلوقتي بقى الخبرات أنت أداء البطولة رقم كام سبعة أو تمانية من ألفين وخمسة ها تمانية وهو دايما فهو النهاردة هو مؤكد عارف دور كل واحد في القاعدة دي حيبقى إيه مطلوب منه إيه عشان ما تسيرش حاجة للصدف هناك وإنت في البطولة ولا يحدث أي رتبكات دي كانت نقطة مهمة جدا في إطار هذا التنظيم اللي الآلي بيرتبوا لبطولة كأس العالم للأندية اللي هيستهل لها إن شاء الله تعالى بلقاء نيوزلندا أو البطل نيوزلندا أوكلاند سيتي